إيه أهم الأحداث اللي هي بيتناولها العشر أيام الأواخر في رمضان عشان خاطر اللي مش عارف يعرف واللي مش فاكر يفتكر واللي مش متذكر يتذكر عشان خاطر نذكر بعض فقد تكون الزكرة يعني مفيدة لكل المؤمنين أهم الأحداث يا أبونا فتح مكة أي فتح مكة كان يوم عشرين رمضان في بداية العشر الأواخر والرسول السلام يعني أصدر في هذا اليوم أهم حاجة حصلت في اليوم ده هو إيه أي إصدار قرار بالعفو الشامل وكان أول مرة في التاريخ يبقى فيه قرار عفو شامل ده فين ده بقى ده في مكة الرسول رجع من مكة يا أبونا ومعه جيش قوي جدا أي الجيش دخل مكة الناس كلها كانت مرعوبة في اليوم ده مرعوبة ليه لأنها عملت في الرسول وفي أصحابه كل شيء قبل ما يهجروا من مكة للمدينة أي آزوهم وحاولوا وقتلوهم وحصروهم طبعا وعملوا عليهم حصار اقتصادي أي وحصروهم في شعب أبو طالب قعدوا ثلاث سنين لا بيقلوا لا بيشربوا ممنوع التجارة معاهم ممنوع البيع ليهم ممنوع الشراء منهم كل شيء اتعامل فيهم يعني ثلاث سنين آه كل شيء قاسي من الإزاءات الكسدية والإزاءات الاقتصادية والنفسية والمعه كل حاجة فالرسول رجع فالمشركين ظنوا أن الرسول رجع ينتئم آه فوقف الرسول على باب مكة وقال لهم ماذا تظنوني أني فاعل بكم توقعوا كده أنا ممكن أعمل فيكم إيه آه فهم قالوا له هم بيستعطفوه أخ كريم وابنه أخ كريم آه انت راجل طيب وأهلك ماس طيبين ومش هتعمل لكل خير يعني آه فقال قولته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء آه 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 فيه كلام تاني بتقال أنه قال إيه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن آه اذهبوا فأنتم الطلقاء ده قرار بالعفو الشامل آه وكلمة الطلقاء ده معنها إيه معنها أنتم أحرار كل واحد فيه كله مطلق الحرية في إيه يا بنا بقى في أن يعبد من يشاء أو يعبد ما يشاء في أن يسلم أو لا يسلم ما قال لهم مش لازم تأسلموا الأول وكذا قالوا أنتم أحرار لا إذن الرسول أقرهم أو أعطاهم الحرية حتى لو أراد أحدهم أن يبقى على وثنيته إنت عايز تفضل وثني خليك وثني زي ما أنت أي نعم الرسول دخل حطة من الأصنام في البيت الحرام ده له معنى غير أنه أنت يسمح لك بالبقاء على وثنيتك أنت عاوز تعبد وثني في بيتك أنت حر نعم البيت الحرام ده بيت ربنا ده لا مش من حقك ده بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت العبادة فبيت العبادة ده ملك لكل الناس فمش من حقك أنت تحط آلهتك داخل بيت الله الحرام لأن الله عز وجل ليس له شريك لا وهو جايك رسول برضو يا شيخ مظهر مش عشان خاطر يبقى على الأوسان والأصنام لا هو كمان وعتقد دي كانت رسالة كل الأنبياء هو مش يبقى على الأصنام والأوسان هو يعطي لكل إنسان الحق دي حاجة لأنه دي حاجة لأنه دي حاجة الوسانية بقى والأصنام الموجودة أمام المرة ويسيب الناس تعبودها لا ما ينفعش يعني أنت النهاردة أنت النهاردة في مجتمع خلاص بقى فيه مسلم وبقى فيه غير مسلم فالبيت الحرام لتعنا كلنا ما ينفعش بقى واحد يحتكره دون الآخرين أنت عاوز تعبود صنام في بيتك أنت حر لكن أنا من حقك مسلم أطوف حول الكعبة وأحج وأعتمر إلى خلاف ويأتي